هذا السال يقول ما هي علامات حسن الخاتمة وسوء الخاتمة عند الموت و هل إذا رأى شخص يخبر بها أم لا جزاك الله خيرا بالنسبة لعلامات حسن الخاتمة هناك علامات كثيرة لحسن الخاتمة أول هذه العلامات أن الإنسان يموت على الإسلام طالما أنه مات مسلما فإنه علامة من علامات حسن الخاتمة النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن بأنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هذا فيه بيان بأن كل مسلم هو من أهل الجنة فإن المسلمين على وجه العموم فهم أهل الجنة الذين آمنوا و دخلوا إلى السلام فهؤلاء في العموم نقول بأنهم من أهل الجنة إذن أول علامة أنه مات على الإسلام هناك علامات أخرى ليست شرطا في دخول الجنة ولكنها علامة من العلامات من هذه العلامات من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لكن لا يعني أنه من لم يكن كذلك من المسلمين ليس من أهل الجنة بمعنى لو أن الإنسان مات بعد غيبوبة مثلا أو أنه مات وهو مسلم ولكن لم يكن آخر كلامه لا إله إلا الله لا يعني أنه ليس من أهل الجنة فلذلك من قام بتلقين الميت فإنه لا يصر عليه فقالوا في أدب التلقين أنك تذكر الله سبحانه وتعالى أمامه مرة واحدة فقط ولا تقل له قل أي لا تأمره فإذا قلت له قل يمكن أن يرد عليك أنني لست بقائل أي كأنك تجعله في وضع موت وهو يريد الحياة مثلا فيريد أن يجيبك بأنه ليس في وضع موت فلا يعرف كيف يجيب وهو في هذا الموقف لأن العلماء قالوا بأنه يؤخذ من عقل الإنسان على قدر ما أخذ من بدنه فإذا كان الإنسان مريضا أو في ألم فإن عقله لا يكون على سياسة تامة وذلك لأن الإنسان إذا كان في الوجع الشديد فإنه لا يستطيع أن يدرك إدراكا كاملا كما هو الحال بالنسبة للوضع الذي يكون فيه مستقرا إذن فإنه إذا أراد أن يلقنه فقط يذكر الله سبحانه وتعالى عنده فمن علامات حسن الخاتم أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله ولا يكرر عليه فقط مرة واحدة يقول لا إله إلا الله فكأنه يذكره بهذه الكلمة فيذكر الله سبحانه وتعالى ويكون آخر كلامه لا إله إلا الله فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله فإنها علامة من علامات حسن الخاتمة ولا يعني ذلك بأنه من لم يكن آخر كلامه لا إله إلا الله أنه ليس من أهل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن بأن من قال لا إله إلا الله أي في حياته فإنه من أهل الجنة فإنه لا يشترط أن يكون لابد أن تكون آخر كلمة في حياته لا إلا الله حتى يدخل الجنة كما هو مفهوم بعض الناس فنقول المسألة أوسع من ذلك إذا رأى شخص هل يخبر بها أم لا إذا رأيت حسن الخاتمة جميل أنك تتحدث بذلك وهذه نوع من البشارات التي تكون لأهل الميت وكذلك هم يتفاعلون ويخفف ذلك من أحزانهم وآلامهم بفقدهم لهذا العزيز فإنه من فقد ميتا ففيه من الألم وفيه من الحسرة التي تقع له بسبب هذا الفقد وذلك لأن الموت نعم يكره الناس ويلحق أذى بأقارب هذا المتوفى لذلك شرعت الشريعة الإسلامية العزاء هذا العزاء ما هو العزاء معناه أنك تخفف المصاب الذي يقع للناس فلذلك الذي يقوم بالعزاء فإنه يقدم خيرا للآخرين وما هو الخير أنه يخفف من مصابهم وخير الناس أنفعهم للناس وإن تحققت هذه المنفعة فإذا خففت المصائب على أخوانك هذه المصائب منها الموت فإذا سمعت أو رأيت خاتمة طيبة له فتخبر بها أهل وبذلك هم تخف عليهم مصائبهم ولا يؤلف فيها أي لا يقول شيئا ليس حقيقيا وإنما إذا كان الشيء حقيقي فإنه يتكلم بذلك فإذا رأس خاتمة لإنسان فإنه لا يتحدث بها وهذا من باب الغيبة بعد موت الإنسان فالغيبة تنقسم لا قسمين غيبة أثناء الحياة وغيبة بعد الموت الغيبة أثناء الحياة هذه الغيبة أن تذكر أخاك في غيبته بما يكره وإذا كان بعد موته فإنها أشد لماذا؟ لأنه في حياته يمكن أنه يرد على ذلك عندما يعلم أو أنه يستفسر منه أما بعد موته بأن تذكر أخاك بما يكره بعد موته فإن ذلك يعتبر من الأمور الشديدة فلذلك لا يجوز أن يقول أحد بأنه قد رأى ميت وعليه علامة خاتمة مثلا كان يقول رأيت هذا الميت وفيه سواد في وجهه مثلا ورأيت هذا الميت وفيه كذا وكذا من الأمور هؤلاء يعاقبون في شريعتنا الأسلامية هذا العقاب الذي يحدده القاضي يحدده ولي الأمر هذه المعاقبة وذلك لأنه أدخل ألما وأحزن أهل هذا المتوفى فلذلك لا يجوز له أن ينقل أي أمر يمكن أنه يحزن أقارب هذا المتوفى بالنسبة لي سوء الخاتمة لا سيما وأنه يمكن أن يكون له غرض بذكر هذه الأمور يكون بينه وبين المتوفى عداوة مثلا أن يكون لا يعرف الفرق بين سوء الخاتمة وغيرها فهي يتكلم ويتحدث بهذه الأمور لذلك من ما يجب أن يكون الإنسان عندما يغسل ميتا فإنه لا يجوز له أن يتحدث بسوء عن هذا الميت إن رأى سوءا في هذا الميت فإنه لا يتحدث به وإذا تحدث به فإنه يستحق للعقوبة التي يقدرها القاضي وذلك لأنه قد أساء إلى المتوفى وأساء إلى أهل المتوفى و الإنسان حرمته المسلم حرمته ميت كحرمته حي لا يجوز التعدي على بدنه ولا يجوز التعدي على عرضه في حياته أو بعد موته بل كما ذكرنا بأنه بعد موته يمكن أن يكون أشد و ذلك لأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه و لا يستطيع أن يستفسر أحد منه لذلك لا يجوز أن نتكلم بأن فلان ختمت له بخاتمة سوء و قد رؤية في موته بكذا و كذا من الأمور التي ليست طيبة فإنه لا يجوز أن يتحدث الإنسان بها و إذا تحدث أحد بذلك فعليك أن تنكر عليه و أن تخبره بأنك قد أسأت في قولك و عليك أن تستغفر الله سبحانه و تعالى و أن تدعو لهذا الميت بتعديك عليه و بتجاوزك لمحارم الله تبارك و تعالى